كانوا طلعين لبيهم ولا عليهم المصيف ينبسط ويفكوا عن نفسهم شوية لكن للأسف لنبسطوا ولا فكوا عن نفسهم خمسة انتهت حياتهم اهلي حصل مع اسرة قرية محلة مرحوم من الغربية ازاي انتهت حياتهم بالشكل ده كل ده واكتر هنعرفوا مع بعض في الفيديو ده اهلي محافظة الغربية دلوقتي كلهم في حالة حزن بعد اللي حصل خمسة من خيرة اهلها خمسة من اسرة كاملة انتهت حياتهم والسبب مجهول الوقع بدأت لما قررت الاسرة انها تروح مصي افتقض فيه وقت السعيد ينبسطوا في حياتهم شوية ويفكوا عن نفسهم عن مشقة الحياة لكن القدر كان ليه كلمة تانية للأسف الشديد العربية اللي كانوا رجبينها تقلبت بشكل قوي على طريق مطروح وللأسف برضو دي كانت نتيجة سيئة جدا انتهت حيات الاب على طول الاستاذ محمد احمد النشار ورحمة وابنهم اهدم وبنتهم مريم ولحقت بيهم بعد كده بنتهم نهال متأثرة بالوقع يعني خمسة انتهت حياتهم وربنا يسطر على البقين نادا وحنين الاتنين لحد وقت كتابة الاسكريبت ده موجودين تحت الملاحظة الطبية في المستشفى الأسرة الله يرحم اللي انتهت حياتهم منها كانوا في طريقهم للانبساط والسعادة ما كانوش يعرفوا ان دي اخر رحلة لي ومعلى قيد الحياة الوقع كانت صعبة واهلهم كلهم دلوقتي في حالة زهول وصدبة جديدة من اللي حصل عزقهم الوحيد ان ربنا يرزق الأسرة دي الجنة انتهت حياتهم على الطريق ده والعلامة دي ان حياتهم بعد كده مصرها الجنة بإذن الله وفي منزلة الشهداء كمان في النهاية ووفقا لموقع تليجراف مصر شيع أهل قرية محلة مرحوم أجساد الخمسة اللي انتهت حياتهم إلى مثواهم الأخيرة وده وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد جدا اللحظة دي كانت مؤثرة جدا الأهلي والأصدقاء والأحباب كلهم زعلانين من اللي حصل من الواضح وبعد كمية البوستات والصور اللي نشرت ليهم دي كلها على السوشين ميديا ان عائلة الناشار كانت معروفة جدا بالخير والمحبة في بلدهم كل اللي بيتكلم عنهم بيتكلم بكل خير وبوستات كتير على السوشين ميديا بتشكر فيهم جدا وانهم كانوا مثال للناس في المحبة للخير وولاده لأصول الخبر بتاعهم صدم أهل بلدهم كلها الناس كلها زعلانة بشكل كبير جدا الكل حزين وفي حالة صدمة وزهول من بعد ما عرفوا باللي حصل الأسرة دي كان ليها دور كبير في بلدهم مشاركين في الأعمال الخيرية والحاجات اللي زي كده وبعد ما الوقع ما حصلت أهل بلدهم وقفوا جنب الاتنين اللي موجودين حاليا في المستشفى الكل بيدعي ليهم دلوقتي يعدوا منها بالسلامة بإذن الله وفي حد نجم من الوقع ويا رب يطلعوا منها على خير بإذن الله وجود الناس دي كلها حواليهم دليل على أنهم كويسين فعلا أسرتهم الطيبة سبقهم عدد كبير من الناس دلوقتي بدأ يشتغل أنهم يعملوا لهم أعمال خيرية وفي بقى اللي بيدور يعمل لصدقة جارية تلجة مية أو اللي يشترك باسمهم في تجهيز عروسة المهم أن الكل دلوقتي بيسعى أنه يعمل اللي يقدر عليه ويكون في ميزان حسنات الأسرة دي الله يرحم اللي انتهت حياته منهم يا ريت لو حد منكم كمان يقدر يدع لهم بالرحمة والمغفرة يدعي وربنا يستجيب بإذن الله ويكون مصرهم الجنة ونعمها قولوا يا رب في نهاية الواقعة دي بتخلينا نفكر في أهمية السلامة على الطريقة والالتزام بقواعد المرور وننكون كلنا حارصين ونحافظ على حياتنا وحياة اللي معينا